كيف تصف العلاقة بين حمد بن جاسم والأمير حمد بن خليفة؟ إحنا كنا نشوف إنه حمد بن جاسم كان المخ المخ بتاع السياسة الدولية الكطرية هو اللي كان يروح ويجيب ويروح ويجي وماسك الأمريكان وبيتكلم مع الإسرائيليين وبيتكلم مع الأوروبيين في البداية أنا كنت متأكد إنه كان فيه ثقة سكة بيناتهم بس يتضح شوف لما أنت ديبلوماسي وقاعد في الدوحة بلد صغيرة عندك إيه غير ما تتكلم مع الناس وخصوصا مع أصدقائك كديبلوماسيين إحنا شوفنا إنه لما كان الأمير يطلع على بلد برا ما كانش يخلي في البلد يعني حمد بن جاسم وزير الخارجية كان لازم يخرج من الدوحة يوم قبل ما الأمير يغادر الدوحة